الموضوع عتامة عدسة العين أو المياه البيضاء أو الكلام ده كله كان مرة شفت حد في أحد وسائل الإعلام وأنا بقول دايماً ده بشكل حقيقة متكرر أنه في بعض البرامج فيها فوضى يعني البرامج الطبية يعني في فوضى مش عايزة أقول كلام تاني فوضى دي أكثر كلمة مهزبة الواحد بيجاهد نفسه عشان يقولها فقال أنه المياه البيضاء زي الشعر الأبيض يعني قال كده حرفياً قال المياه البيضاء زي الشعر الأبيض ما تحصلش غير مع كبار السن تمام فالحقيقة أنا شايف أن أنا بمعلوماتي المتوضعة وتخصصي بقى البعيد عن العيون أنا شفت أن الكلام ده مش مظبوط يعني أنه ما فيش حاجة أسمها أن المياه البيضاء زي الشعر الأبيض فما ينفعش يحصل إلا لكبار السن فهطلع أنا نفسي من الموضوع خالص وعايز حضرتك بقى تفصل لنا في هذا الأمر هل المياه البيضاء أو عتامة عدسة العين قد تحدث للأطفال؟ طبعاً طبعاً الفيسيولوجيا الطبيعية هذا بتاعة العدسة اللي ربنا خلقاً فهتعمل عتامة في العدسة العتامة دي ممكن تحصل لبيبيهات أو أطفال ممكن تحصل لكبار ممكن تحصل يعني ميدل اي يعني الناس اللي هم متواصدين العمر ممكن تحصل من خبطات ممكن تحصل من أمراض لا يعني هي مش مرتبطة بالشيخوخة فقط طبعاً تمام طيب لما بتحصل في الأطفال علاجها بيبقى زي الكبار يعني أو هي علاجها لابد من يعني تغيير العدسة المعتمة دي بعدسة شفافة بص يعني نرجع بس شوية احنا أصلاً نكتشف القصة دي إزاي طبعاً أولاً طبعاً أنا أعتقد قولنا في الجزء الأولاني إنه لازم الأم والأب يعني يكونوا موعيين بتصرفات أطفالهم اللي قد تستدعي الشك ناحية التوارس وفي نفس الوقت الفحوصات اللي المفروض أي اتنين بيعملوها قبل الجواز وجواز الأرايب كل الحاجات دي بممكن تعمل لنا مشكلة جينية بتبقى يعني بتتوارس من الأب أو الأم وتعمل قصة المياة البيضة دي أو أي بقى عيب خلقي يعني الأم وهي حامل أوقات كتير بتلتقط أنواع معينة من العدو زي مثلاً حسبة الألمانية زي الجدير المائي زي لغض النكافي فيه يعني حاجات كتير دي ممكن تعمل ممكن تؤدي إلى ممكن تؤدي إلى بالضبط بالضبط الأطفال نفسهم أو البيبيهات نفسهم لما بيتولدوا سعاد بيب عندهم مشاكل معينة أمراض معينة يعني مثلاً حاجة اسمها جالاكتوزيميا جالاكتوزيميا دي يعني أنت أكيد قادرة مني نقص إنزيم معين بيخلي الشخص مش قادر إنه هو يستعمل أو جسمه مش بيستعمل جالاكتوز بشكل طبيعي فبيأثر لنا على العدسة بتاعت العين لأن هي يعني أحد مكوناتها هذا الجالاكتوز يعني فبيحصل لنا قصة العتام مع أمراض تانية زي مثلاً متلازمة الدون طفل اللي هو الدون سندرو ففي أمراض كتير يعني أحنا دلوقتي بنقول أنه التشخيص خطوة مهمة قوي وفي حالات كتيرة قوي ممكن يكون لقدر الله ممكن يكون الجنين معرض أن يحصل له عتامة في عدسة العين أو بعض الحالات الأخرى